موسيقى تعج العاصمة أنجمينة بتزايد عدد السكان يوما بعد الآخر وهذا الأمر يتطلب وسائل النقل نسبة لتوسع المدينة وبعد المسافات لذا فقد انخرط بعض الشباب في قيادة دراجات الأجرى المعروفة محليا بالكلندو وأصبح هذا نطية لسد الحاجات واستفادة من عيداتها المادية في هين يستخدم بعض الشباب هذه المهنة نمطا للقيام بعمليات إجرامية والبعد الآخر يستخدم لسد حاجاته اليومية لذا فقد شع منذوب الحكومة لدى بلدية أنجمينة على ضرورة توحيد أصحاب الدراجات النارية من قبل عمد الدوائر بارتداء الزي وتلوين الدراجات وهذا الأمر تم تطبيقه في بعض دوائر العاصمة بينما بعد الآخر لم يفعل فيما يتعلق بتحديد ثمن النقل فقد بادر عمدة بلدية الدائرة الخامسة عبر الحوار وتوقيع اتفاقيات مع نقابة سائق الدرجات الأجرى بدائرته ومن جانب رجال الأمن الذين يقومون بتفتيش ومراقبة وثائق الخاصة بأصحاب الدراجات النارية وخاصة القلندو لمعرفة مدى تطبيق المعايير والنظم المعمول بها بينما يؤكد الأمن رغم الاتحامات الموجهة لأصحاب الدراجات النارية إلا أن لهم دور إيجابي في مساعدة رجال الأمن شباب بدلوا قصارى جهدهم للاعتماد على أنفسهم بدلا من الالتفات إلى الوظيفة العامة وبعض من سائق الدرجات الأجرى خرج الجامعات والمعاهد اشتركوا في القناة